يشق نهر الفراتي محافظة الأنبار على امتداد أربعمائة كيلو متر تقريبا وعلى هذا الامتداد الأكبر في العراق أنشأ بعض المتجاوزين في مناطق مختلفة بحيرات صناعية غير مرخصة تسهم في تضخم مشكلة شح المياه والتلوث البيئي بحيرات الأسماك الموجودة في كافة العراق هي لها أثر سلبي على توزيعات المياه وأيضا على الحصص المائية للفلاحين وإلى المواطنين وكثير من هذه البحيرات أنشأت في فترات سابقة في فترات غياب القانون أو في فترات كان القانون فيها ضعيف قرار من وزارة الموارد المائية يقضي بردم البحيرات الصناعية غير المرخصة لما لها من تأثير على استهلاك المياه بدون وجه حق فضلا عن إسهامها في تلوث مياه الفرات بعد إجراء عملية تفريغ الفضلات وتدوير المياه يقول مختصون عمليات تردم بحيرات الأسماك هي إجراء احترازي ووقائي بسبب شح المياه وانخفاض مناسب نهر الفرات فبالتالي هذه الوحيرات تأخذ من الحصص المائية أصلا الموضوع على المزارعين كما معلوم هناك حصص مائية في نهر الفرات للمزارعين فبالتالي هذه البحيرات هي متجاوزة وغير خاضعة لضوابط وزارة الزراعة فبالتالي يأخذون الماء من نهر الفرات ومن ثم يعودون بمياه هذه البحيرات بشوائبها وفضلات الحيوانات فيها إلى النهر مرة أخرى الذي وأصلا منخفض مناسبه فبالتالي ستزاد نسبة التلوث مما ينعكس سلبا على المستهلك حملات مكثفة لردم هذه البحيرات التي تقع على مقربة من نهر الفرات والتي تعتبر واحدة من المشاكل التي تفاقم أزمة المياه خطوة نظمتها دائرة الموارد المائية في شرق الأنبار قد تؤثر على الواقع المعيشي لمربي الأسماك إلا أنها باتت السبيل الأمثل للحفاظ على الثروة المائية قمنا بردم الكثير من البحيرات وبقي عدد قليل تم ردمها ردم جزئي ولكن مجففة وحاليا لا توجد أي بحيرات أسماك والمديرية حاليا تعمل بوضع خطة تشغيلية للحصص المائية الموجودة الواردة إلى المحافظة استعدادا إلى الموسم الشتوي ردم البحيرات الصناعية غير المرخصة أصبح أمر لا بد منه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الموارد المائية في البلاد للحفاظ على البيئة ومعالجة شوح المياه من الأنبار أحمد فلاح التغيير